أريد أسألك على حكاية أحمد عبدالقادر كل شوية أحمد عبدالقادر هيروحي الزمالك كل شوية أحمد عبدالقادر رائب من نادي الزمالك مفاوضات من نادي الزمالك مع عبدالقادر كلام ده لأساس من الصحة ولا كلام مشروع في البداية كريم كان فيه وسطاء أو وكلاء عرضوا على الزمالك توجه ده أحمد عبدالقادر وقت تحديداً وقت العرض التركي لأحمد عبدالقادر فيه وكلاء تدخلوا الحقيقة رد الزمالك كان يعني قوبة للطلب بالرفض تماما ليه لأن الزمالك كان بيستهدف لعيبة تانية زي عبدالله السعيد شوفنا زي أحمد حمدي تتكلم أن فيه أصلا يوسف أوباما موجود لكن في الوقت الحالي سيف جعفر كمان أه سيف جعفر لكن في الوقت الحالي الوضع تغير ليه الوضع تغير لأن جزي جمز شاف فيديوهات لأحمد عبدالقاتر واقتنع به تماما بالتنصيق مع كابتن أحمد سليمان وبالتالي الزمالك وارد جدا أنه هو يدخل في مفاوضات قوية مع أحمد عبدالقادر خاصة أن بعض المقربين من اللاعب نفسه أكدوا أن اللاعب مرحب بشكل مبدئي وعايز يكمل بسهو مرتبط بععد مع الأهل؟ مرتبط بععد لحد 25 حد 2015 الزمالك يعمل إيه هيتفاوض مع الأهلي؟ لا الزمالك مش هيتفاوض مع الأهلي الزمالك هيحاول يقنع اللاعب بالخروج من الأهلي من الآخر يقنع اللاعب بالخروج من الأهلي ويرجع على الزمالك أنا بقولك ده التفكير الأولي للزمالك لأن لو يخرج يحترف شوية بالضبط ويرجع على نادي الزمالك لأن حتى لو العلاقات طيبة ولكن أنت بتتكلم في كورة واحتراف فصعب أن أنت الزمالك يتفاوض مع الأهلي مين بقى اللي بيلعب دور الوسيط أو مين اللي بينق الأخبار لأحمد عبدالقادر ناصر مهر يعني أحمد عبدالقادر على تواصل مع ناصر مهر عشان يشوف الدنيا في الزمالك عاملة إيه دلوقتي؟ هل الدنيا مستقرة إدارياً؟ هل المستحقات اللي عيبة بتاخدها في وقتها عشان يتطمن ألماني؟ وناصر مهر بيقوله إيه بقى؟ ناصر مهر بيقوله أن الدنيا تمام جداً وبالتالي الزمالك وارد جداً نحن نشوفه في أحمد عبدالقادر بنائم بمت운� procedure جداً بمترضى جد ج Fine